اشتركوا في القناة يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتشرف بلقاء الإمام المهدي في ليلة من الليالي في حالة السجود يبكي يتضرع وإذا برجل يحضر عنده ويقول له ارفع رأسك فيرفع رأسه وإذا به يرى أن الحجرة امتلأت نورا ورجل أمامه هذا الرجال الشايب يقول لذلك الرجل من أنت؟ انتوا فكروا احنا مكان هذا الرجال الشايب من أنت؟ يقول أنا الذي كنت تدعوه هذه القضية في الكتب مذكورة أنا الذي كنت تدعوه يقول له أنت المهدي يقول نعم ما تريد أنت اللي تقسم على الله سبحانه وتعالى بالأقسام المغلظة أن ترى الإمام المهدي شون تريد يقول الرجل الشايب أنه أتمنى أن أكون من أنصارك وأن أجاهد بين يديك وأن أقتلى في ركابك وأن أدخل الجنة على أثر ذلك بدون حساب هاي أمنيتي فقال له الإمام صلوات الله عليه أصحابي صفوا ما عليهم أنت صفيت ما عليك يعني الطهر طهر كامل قال نعم أنا صفيت ما عليك ولكن إذا أكو شي علي أنا حاضر أي شي تأمرني طبعا كل واحد له امتحان معين مو شرط أن يكون الامتحان له شكل معين الله يمتحن في النقطة الحيوية قل له مو امتحان الإمام صلوات الله عليه قال له أولا هذا البيت اللي أنت قاعد فيه هذا بيت مغصوب هذا بيت أيتام خال الأيتام غصب هذا البيت منه وباعك هذا البيت بلا حق فيجب عليك أن ترد هذا البيت إلى الأيتام وتأخذ الثمن من الخال الآن هاي المشكلة موجودة في بعض البلاد مشكلة وولدت أي مشكلات اجتماعية هذا الرجل المتدين المؤمن مشتري بيت ما يعرف وإذا به الآن بعد التحول يتبين هذا البيت مغصوب وين يروح يروح بالشارع يروح بالعقد كثيرون فشلوا في هذا الامتحام هذا الامتحام وين يروح الآن إذا بيت نتبين بيت مغصوب وين نروح شوفوا ترجة إيمان هذا الرجل قال حاضر حاضر أطلع من هذا البيت وأرد البيت فورا يبدو رجل مشتغل على نفسه وإلا ما يمكن هالشكل حاضر أنا أرد هذا البيت على الأيتام يقول ما أعرف يعرف أو ما يعرف هذا حكم وضعي هذا البيت لم ينتقل إليك بل إليك حق أن تأخذ الثمن من الباية القضية الثانية هاي القضية هاي القضية هاي مشكلة رجال شائب زوجتك هاي أختك من الرضاعة أمك كانت قد أرضعت هذه المرأة رضاعات كاملة هاي أختك فيجب عليك أن تنفصل عنها فورا شائب لابد عند أولاد عند بنات عند أصحار وإذا بعصاب هذا الرجل بعد لهنا كان يتمكن بعد أكثر من هذا ما يتمكن وإذا بعصابه تنهار يبدو الصور شنو يصير بعد ذلك شنو يقول للناس من يقبل منه وإذا به يخرج إلى ساحة البيت اختصر بقية القصة ويأخذ يصرخ ويصيح الجيران اجتمعوا شنو القضية قال هناك رجل في الغرفة راحوا إلى الغرفة شوفوا أي واحد ماك الآن هذا فشل في امتحان الزوجة